بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إن علي داخل درقة يطلب فاطمة فقال النبي يا علي أتريد فاطمة قال أجل يا رسول الله قال أمعك شيء تصدقها إياه قال ليس معي يا رسول الله شيء يعني ما تعرف ما عنديش حاجة والحديث روى أبو داود والنساء بسرد صحيح فقال له أين درعك الحطمية فين الدرع بتاعتك اللي أنت كنت بتقاتل بيها اللي هي مقصرة ديت قال إنها مقصورة يا رسول الله والرواية هنا خارج أبي داود والنساء فقال إنها مقصورة يا رسول قال أتني بها فجاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه في تلك الدرع وقدمها للنبي فأخذها النبي درع مقصورة درع خشب يا جماعة الخير ومقصورة كمان فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم السؤال للنفس أسأله لك وأسأله لك وأسأله النفسي هو حد فينا أحسن من النبي حاشا لله طب حد فينا بنته أحسن من بنت النبي طبعا دا لا يمكن دا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين هي وأمها خديجة رضي الله عنهن وأرضهن فيقدر المولى عز وجل إن مهر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم درع مقصورة حد فينا بنته أحسن من بنت النبي طبعا مش ممكن ورغم ذلك درع مقصورة كانت مهرا لفاطمة بنت سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ليه كتير مننا فهمين الجواز فهم خاطئ ليه كتير من أباء والأمهات فهمين إن هم لما يصروا للشاب المسكين اللي جاي يتجاوز بنتنا لما يصروا الأمر يبقى احنا كده بنبيع بنتنا رخيص يبقى احنا كده بنتنا ديت ما بقتش تساوي أي حاجة بالعكس بنتك ما تتقلش بالملايين بنتك ولا كلوز الدنيا تكفيك في بنتك دي بنتك ضناك صمرت قلبك وروحك وحياتك ونبض حياتك كلها بنتك فلزة الكبد ورغم ذلك بتقدمها لهذا الشاب لو جاب لك كنوز الدنيا كلها وحطها تحت رجليها والله ما تساوي ضفر بنتك لكن انت بتيسر لأن النبي يسر ولأن ربنا علينا لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا جماعة الخير أنا عايز أقول لكل أب حط نفسك مكان الشاب ده هو جاي يجوز لين جاي يجوز عشان يعيف نفسه ويعيف أخت مستمى ويبنوا أسرة مستمى وينشئ بيت وتعرب بنا ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ليه ما بتساعدوش طب لو انت كنت بكانه وقفلوا في وشك كل أبواب الحلال مش ممكن تلحرف مش ممكن تلجأ إلى الحرام ممكن وده حصل بكتير من الشباب لما لقوا الحلال اتقفلت أبوابه لجأوا إلى الحرام وربنا عافينا عافيكم يا رب العالمين هو الزواج العرف المنتشر الآن بين شباب في الجامعات كان سببه إيه إن الحلال بقى مقفول بقى صعب جدا فأصبح الحرام متيسر وشبابنا مسكين والله يا جماعة شبابنا مسكين الله يكون في عون شبابنا شبابنا بلوجه فتن عجيبة احنا على أيامنا أيام ما كنا في الجامعة سبحان الله يعني كانت الفتن كانت حاجات بسيطة جدا جدا الآن الفتن مفتوح على الشباب من كل حدا بنوصوب من الشات من انترنت من التلفاز من الفضائيات من الشارع من الجامعة من كل أنواع الفتن كل الفتن دي على الشباب الشباب ده لازم نعصمهم الفتن لازم نوجههم للحلال أنا أحكي لكم كسة صغيرة خالص عقبة البعد عن الحلال والبعد عن منهج الله والنجوء عيازا بالله إلى الحرام وإلى الطرق المرتوية الرجل كان متجوز واحدا خلف منها بنت وبعدين هذه الزوجة تحبيته في حياته فحب يتجوز واحدة تانية خاف إن المجتمع يقوم عليه كله كيف تتجوز التانية والزاوي ممكن زوجته تتضرر وتأخذ بنتها وتغيب عنه وتسيب له البيت فخاف من المواضيع تكلها ورح متجوز من الله متجوز من الله وخلف من التانية ديت شاب ولد يعني فالمهم البنت كبرت والولد كبر لدي تعرف إنه مجوز ولدي تعرف إنه مجوز ولا الأخ يعرف أخته ولا الأخت تعرف أخوها ويتعرفوا على بعض ويحبوا بعض شوف المأساة عملتها أخويا والربنا يبارف فيك والتنين يحبوا بعض وبعدين لما أرادوا إنهم ما يتجوزوا لقوا المسألة صعبة فراحهم متجوزين عرفي طبعا ده زواج يعني العيزة بالله ده سفاح وليس نكاح المهم ضربوا ورقة عرفي وتجوزوا طبعا ما هواش جواز ويقدر ربنا سبحانه وتعالى وهم بيكتبوا الورقة العرفي فوجئ إن اسم أبوها وجدها نفس اسم أبوه جده فالله سبحان الله شوف أديه الذوابان والتطابق بين الإسمين أكيد قلوبنا فعن إحلي ما تخلقناش غير لبعض لدرجة إن اسم أبوك زي اسم أبويا واسم جدك زي اسم جدي هو ما عرفش إنها أخته ويقدر ربنا سبحانه وتعالى تمر الأيام ويعشرها في الحرام فتحمل هذه الفتاة فلما حملت قالت لا بالله عليك تيجي بيت وتطبني رسمين من أبويا قال لها حاضر ودها معاد وصدق في المعاد وراح في المعاد والبنت مستنية معا ورايح معا عشان تقدمه لأبوها وتقول له شاب ده اللي أنا اخترته واللي أنا عايز أتجوزه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الشاب طالع لأبوه هو ما عرفش لأبوه ساكن في البيت ده لأن البيت ده هو ما عرفش إنه لأخته أصلا فيقدر ربنا الراجل كان ساكن في الدور السادس تلع الشاب مع الفتاة فلما خبطه من اللي فتح الباب أبوه فاستغرب فسأل البنت قال لها الله هو أنت عزمت أبويا منين هو أنت تعرف أبويا قلت له أبوك ده أبويا أنا فالشاب يعرف إن اللي حبها دي أخته واللي زن فيها أخته واللي حملت منه دي أخته ما كان من هذا الشاب إلا إنه دخل الشقة وفتح البلكونة ورمى نفسه من الدور السادس فمات منتحرا والأب مات بالسكتة القلبية والبنت جالها صدمة عصبية ونقلت إلى مستشفى الأمراض النفسية كل ذوي بسبب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى يا الله يا جامعة الخير شرع ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو ده طوء النجاة هو ده النور اللي احنا هنمشي وراه عشان نوصل إلى باب الجنة إن شاء الله ولن ندخل الجنة إلا خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نكمل الموضوع ولكن بعد الفاصل اوعى تروحي مينو رشمان خليك معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بعلتي وأسرتي وأهلي وناسي ربنا يجمعنا وإياكم على الخير والله بحبكم في الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين ويجمعنا في الآخر على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا نظم أبعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه حيث أحكي لكم لله دي قصة شاب كان نفسه يتجوز فلما راح يتجوز فراح يتقدم الأسرة كريمة ناس فأفاضل يعني فالمهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى لما أحد مع حماء وحماته يعني فبيتكلم معهم فقالوا ياب نشوف يا حبيبي احنا لا يهمنا لا فلوس ولا دنيا ولا مناصب ولا جاه ولا أي حاجة احنا أهم حاجة عندنا يا حبيبي احنا بنشتري راجل عايزين بس نشوف أخلاقك معاملاتك سلوكياتك صلاتك ذكرك لله قراءة الكرآن ما شاء الله مش عايزين منك أي حاجة إيه رأيكم أكمل الحكاية والله أصحى من الحلم يعني بتالي أصحى من النوم أحسن نفسينا نشوف أسر بالنماذج الجميلة دي أنا عايز أقول حاجة غير خارس كتير جدا من الشباب يقول لما رحت عشان أتقدم وأتجوز فجأت إن كل الأسئلة بتنصب حوالين شاهدتك إيه معاك كام الشقة أخبارها إيه العفشة أخباره إيه معاك إيه فلوس في البنك عندك أملاك ولا ما عندكش نفسي أشوف أسره أكيد موجود بفضل لا المسلمين كلهم خير والله ما يحتاجين بس توجيه بسيط نفسي أشوف واحد يكون رايح يتقدم فقالوا بتصلي الصلاة الخمسة في المسجد ولا لا أخبارك إيه مع القرآن بتذكر ربنا ولا لا بتصلي عن النبي ولا ما بتصليش عن زي ما أنتم بتصلي عن النبي دلوقتي صلى الله عليه وآله وسلم يا ترى أخبارك إيه ابن طلب العلم مع الدعوة إلى الله نفسينا في الأسئلة دي نفسينا نسبة عن وحدة مهرها الكرآن ووحدة تانية مهرها الإسلام ووحدة تالتة مهرها حفظ البخاري ومسلم وهكذا نفسينا نسبة عن النمازج الجميلة دي أخوي وحبيبي الوالد الكريم ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين أعيز أقول لك حاجة إلا هتعمله في الشاب اللي جاي يتقدم لبنتك لما تيصلوا الزواج إن شاء الله هيحصل مع أولادك ما أنت برضو ليك أولاد زي ما أنت ليك بنات ليك أولاد هيروحوا يتقدموا لبنات ناس تانين فلما تيصر هنا الجزاء من جنس العمل ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم والجزاء من جنس العمل كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حاجة تانية إن انت لو عملت خير مع زوج بنتك هو عمر ما ينسى الخير دي أبدا وهيفضل طول عمرو شايلهلك بجميلة ده الإنسان السوي أنا مش ضعب إنسان بقى مش سوي ده حاجة تانية هيفضل شايلهلك بجميلة قول يا سلام الله يبارك في حماية ربنا يبارك في حماية يساهلوا للأمر ويسروا للأمر ربنا يجزيهم عني كل خير والله من سفضلهم أبدا وهيكرم بنتك إكراما ليك ولو في يوم الأيام حبي يزعل بنتك هيفتكر أن انت عملت مع المعروف ده عمرو ما هيسئلك أبدا ولا هيسئلك بنتك أبدا بفضل لا والعكس بالعكس لو أنت بقى أجبرته على أنه يدفع مهر كبير جدا وشبكة كبيرة ويكلف تكاليف الدنيا ويروح يستلف ويداين عشان يتم العرص ده وعشان يعف نفسه ويعف بنتك عمرو ما هينسى الأسوأ اللي أنت قابلت بيها وعمرو ما هينسى أن انت سبب ديونه ويمكن كل ده وتطلع على بنتك نفسها يعملها أسوأ معاملة بل ويمكن يوصل الأمر للفراق بسبب هذا التعصير والتعصير ليس من سنة الحبيب النذير صلى الله عليه وسلم وإنما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء شوف ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى جل جلاله ماذا كان يقول في كتابي حينما يأمر بتزويج الفخراء من المؤمنين يقول جل في علان وأنكحوا الآيام منكم الآيام جمع أيم والأيم هو الشاب اللي ما جاوزت أو الفتاة اللي ما جاوزت اسمهم أيم وأنكحوا الآيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إي يكون فقراء يغنيهم الله من فضل والله واسع عليهم يأتي الغنة إزاي يوضح النبي على السلام في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حق على الله معونتهم والحق ده ربنا أخذه على نفسي ولم يأخذه أحد على الله جل وعلا ثلاث حق على الله معونتهم المعونة فوق الرزق من أول واحد الشاب الذي يريد العفاف أنا عن نفسي مجرب يعني لما جيت أجوز فربنا يسر سبحانه وتعالى وكان الأمور بسيطة جدا لكن ربنا يسر الأمور في فترة وجيزة جدا لماذا؟ المعونة المعونة تأتي من السماء لمن يريد العفاف بفضل الله سبحانه وتعالى يقول حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم أيوة كده رطب لسانك بالصلاة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح وحن اتفقنا على الأمانة العلمية بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النكاح أيصر الله أحسن جوازة في الدنيا اللي متيسر بل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والحاكم بإصناد حسن قال إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها إن من يمن المرأة ومن بركة هذه المرأة إن يكون كل حاجة متيسرة تيسير زواجها وتيسير خطبتها وتيسير كل حاجة في أمر الزواج ده ده من يمن المرأة وإن أعظم النكاح بركة أيصره مأونة كما أخبر الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أكيد طبعا حضراتكم بدلوقتي بتقولوا طبعا هايزين بقى شوية أمثلة كده جميلة ونشوف أدي الزواج كان متيسر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعالا نشوف بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم تعالا نشوف أم السليم أم السليم اللي هي أم أنس بن مالك تقع عشر سنين بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم أم السليم لما مات زوجها وتأيمت قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه قالت خلاص أنا بقى أعب بقى ربي أناس بن مالك ده ومش عايز أبقى جواز فيقدر ربنا سبحانه وتعالى يتقدم لها رجل كانت تطمح كل النساء أو جل النساء أنهم يجوزوا واحد زيه اللي هو مين؟ أبو طلحة الأنصاري فيما بعد أبو طلحة أبو طلحة كان رجلا غنيا ثريا جميلا طويلا صاحب منظر وأبها وجمال ومنصب وسيط ويعني ما شاء الله تتمنى أي واحدة في الدنيا فتقدم لأم السليم وكان سعتها كافرا وهي كانت مسلمة فلما تقدم لها مثلا نعطي مثلا أعطاه مثلا أدم لها مهر عشرين ألف دينار مثلا يعني هو لم يأتي في رواية دي لكنه عرض عليها مهرا كبيرا فنفترض مثلا عشرين ألف دينار فتبسمت أم السليم وقالت والله ما أردت هذا يا أبا طلحة وإن مثلك لا يرد اللي زيك أنت ما فيش امرأة عقلة ترده أبدا ده أنت عارس لقطة يعني بلغة العصر يعني ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه فظن في بداية الأمر أن هي بتضحك عليه وأن هي عايزة فلوس أكتر فجالها في اليوم التاني رحمة ديها مبلغ ضعف المبلغ أربعين ألف بسر فتبسمت وقالت والله يا أبا طلحة ما أردت هذا وإنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه فعلم أنه أمام امرأة لا ينبغي عليه أبدا أن يتركها مش ممكن لليزيدي ما تتسبش قال ومن لي بالإسلام قالت تذهب إلى النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم بين يديه فذهب أبو طلحة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما ذهب إليه خب برغبه أول ما رأاه النبي على باب المسجد تبسم ونظر إلى أصحابه وقال هذا أبو طلحة أتاكم غرة الإسلام في جبيني يعني الإسلام باين عليه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم مش لسه كنا من شوية بنبدأ الدرس وقلنا أن النبي لما دخل عليه عليه ابن أبي طالب أول ما شف وشه قال أتريد فاطمة يا علي وخب ذلك فراسة ربنا وضعها في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا أبو طلحة أتاكم غرة الإسلام في جبيني فدخل أبو طلحة وأسلم قال الراوي فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهروها الإسلام الله نفسنا بقى في زمن الغربة التانية أننا نسمع عن أخت فاضلة تقدم لها شاب فاضل ولكنه كان مشركا كافرا فقالت لو أسلمت فذاك مهري ولا أريد شاء سواه ويصبح مهروها الإسلام حد فيكم ممكن يعمل كده أنا إن شاء الله واثق إن شاء الله الأسبوع دوت إن هييني اسم اس إن شاء الله من أخت فاضلة واثق إنها هتيجي من بلد بعيدة جدا إن شاء الله هتقول إن شاء الله قابلت إن الزوج اللي متقدم لده هو رجل مش مسلم قابلت إن هو يسلم ويكون ده مهري إن شاء الله أنا واثق إن شاء الله المسلمين فيهم خير تعالوا نشوف المثال الثاني الجميل جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم جاءت امرأة فوهبت نفسها للنبي خد بارك أخويا وحبيبي الوهب كان خاصا بالنبي لإن بعض الشباب كانوا متصبين وترفون فبقل لي أنا تزوجت أخت بنتي في الجامعة فقالت لي وهبت لك نفسه قابلت فجوزنا وخلاص كده الحمد لله قلت له ده أنت كده أنا جوزت على الطريقة يعني البرتغالية ده مش جوازي حبيبي قلبي ربنا بارفيك يعني فقال لي قلت له الوهب ده خاص بالنبي وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ده ربنا بيقول لنبي ده خالصة لك أنت لوحدك مش لأي حد فوهبت المرأة نفسها للنبي فاتطلع النبي ونظر إليها فما أراد أن يتزوجها فسكت وكان النبي أشد حياء من العضلاء في خدرها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم فسكت النبي ولم يتكلم فالمرأة استحيت فتقدم واحد من الصحابة فخير جدا 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 فقال له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بي حاجة مش عايز تجوز اجوزها لنا يا رسول الله فالنبي قال له أمعك شيء تصدق إياه معك مهر تقدمه له قال أجل يا رسول الله معي إزاري قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزارك هتوعد دريان يعني التمس شيئا آخر فذهب الرجل وبحث ورجع فلم يجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد يعني 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 بيستلق الأمر داري بقولك ما بقولك شهادة ألماز ولا ذهب لأ داري أقولك خاتم من حديد فذهب الرجل الصحابي الجليل وبحث عن خاتم من حديد فلم يجد فعاد إلى الحبيب المصطفى الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد لو واحد غير النبي يقول له أظن بقى اللي بقى ما يلزموش يعني إزا كنت بقولك خاتم من حديد عشان تجوزها بيوم ما لها تاكلها بعد إيه كده يعني صفيح فالمؤمن فإيه فقال له طيب أمعك شيء من القرآن هو لين نبي قال له كده جبعة لأنه عارف أن الشاب ده محتاجه يتجوز بيقف نفسه وهو إيه اللي خليه أمه طالب جواز فقال أمعك شيء من القرآن قال أجل يا رسول الله معي صورة كذا وكذا من صور يسميها وده الدليل على أن الصحابي ده ما كانش حافظ بالقرآن وإلا مش معقولة هيعد على النبي هيعد للنبي 114 صورة إنما قال له حافظ صورة كذا وكذا بس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية قد زوجتكها على أن تحفظها ما معك من القرآن فتزوجها الرجل وكان مهروها القرآن الله مش القرآن كله كمان صورتين من القرآن لو جل بنتك واحد وقال لك أنا معيش أي نعم لكن أنا خاتم القرآن اقبله وكرمه إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند التلميذي وإسناد الحسد إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه بسرعة بفاق التعقيب فزوجوه إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد عريض تعالى نشوف المثال التالت بس برضو بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الكبير العلم سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله وسعى كان ليه بنتي ما شاء الله ختم القرآن وحفظ كتب السنن والمسانيد وحفظ ما شاء الله المتون وحفظة ومذكرة الفقه واصول الفقه ما شاء الله يعني كانت علامة فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يتقدم لها عبد الملك بن مروان يريد أن يخطبها لابنه الوليد بن عبد الملك تخيل بقى خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة جاي بيقول لك عايز بنتك لابن يا له من شرف ده لو جايين حتى محافظ أو مدير حتى فالمهم فرفض سعيد بن المسيب فتقدم مرة أخرى عبد الملك بن مروان فرفض فوسط ناس ما بينه ما بينهم برضو رفض فكان فيه موضوع حصل من سعيد بن المسيب وكان يعني يعني عبد الملك بن وران يعني عمال بيحاول معاف موضوع الزواج فلما رفض أخذه بزنب أو بحاجة تانية وراح جلده في الأصل عنده ميد جلدة على أن يوافق على ذي الزيجة فلم يوافق فيقدر ربنا سبحانه وتعالى سعيد بن المسيب يجوزها المين يا جماعة تخيالوا يجوزها المين لشاب فقير كان من أشد وأنجب تلاميذ سعيد بن المسيب اسمه كثير ابن أبي ودع كثير ابن أبي ودع كان متجوز وبعدين غاب عن حلقة شيخه سعيد بن المسيب خمس أيام فلما قابله سعيد بن المسيب قال إن كنت يا كثير قال ماتت زوجتي فكنت أدفنها قال هل استحدفت زوجة غيرها جوزت واحدة تانية قال له ومن يزوجني يا أبا محمد ومن يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين وفي رواية ثلاثة دراهم فقال سعيد بن المسيب خب ذلك هو لسه رفض مين رفض إيه الوليد بن عبد المالك بن مرهان فقال له سعيد بن المسيب لئن فعلت أنا يا كثير توافق قال أهو تفعل يا أبا محمد أنت ممكن تجوز لبنتك بعدما رفضت الوليد بن عبد المالك قال أفعل فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فلقد زوجتكها على درهمين يا الله على درهمين ما شاء الله كثير ابن أبي ودع رح جار على البيت بتاعه طبعا قال من شدة الفرح كانت أقدامي تسابق الريح فلما وصلت إلى البيت قال سمعت أذان المغرب وكنت صائما فعجلت إفطاري وكان خبزا وزيتا وبينما أنا أتناول إفطار وإذا بباب البيت يطرق فقلت من فقال سعيد قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب ليه يا جماعة قال لأنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا ما بين البيت والمسجد قال فلما فتحت الباب وجدت سعيد بن المسيب أمامي شيخه قدامه مباشرة فقال يا أبا محمد يرحمك الله هل لا أخبرتني حتى آتيك فقال سعيد بن المسيب مثلك أحق أن يؤتى شفت وضع العلماء بيقول له لزيك إنحنا اللي نجيل الحد عنده يا كفير ثم قال له يا كفير علمت أنك شاب عزب فكرهت أنت بيت الليلة بلا زوجة فها هي زوجتك فألقاها من وراء ظهري إلى البيت فلما رأت هذه الفتاة بنت سعيد بن المسيب لما رأت أمامها كفير بن أبا ودع أغشي عليها من شدة الحياة الله يرحمه المهم فلما أغشي عليها قال كفير بن أبا ودع وسمحونا أكمل القصة بسرعة كده وناخد فاصل معنا فلما سقطت من الحياة قال كفير أما أنا فخبأت الخبز والزيت حتى لا تصطدم بعيشتها معي من أول ليلة ليلة الدخل خبز والزيت بعدين كده هنأكل إيه يعني ربني أسطر فالمهم فإيه قال وصعدت فوق سطح البيت وناديت على أحد الجيران حتى أستعير منه بعض المال حتى أستطيع أن أنفق عليها قال فلما ناديت على جاري وإذا بأمي ترد علي أمك كان عندي إيه كان عندي أم صاحبه في البيت لجنبه فنظرت إليه قالت ماذا تريد يا كفير قالت تزوجت يا أمي وأريد قرضا من فلان ابن فلان فقالت تزوجت يا كفير قلت أجل يا أمه قالت وجهي من وجهك حرام انقربت منها قبل ثلاث سبها لبقى أزينها لك وأزبطها لك وبعدين ندخل بيها قال أجل يا أمه خادت العروسة زينتها وزبطتها وشندوك وصنفر وزبطت الحمد لله خلتها على سنجة عشر زي بيقول يعني ورحت ندخلها على كثير ابن أبي ودع فلما رآها خبانك من حتة الحلوة قال فإذا هي من أجمل النساء وإذا هي من أحفظ النساء لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلى من النساء بحق الله وبحق الرسول ثم بحق الزوج قال فبدت معها بأنعم ليلة فلما أصبح الصباح ذهبت لأتلقى العلم على يد أبيها سعيد بن مسيب فقالت له يا كثير إلى أين أنت ذاهب قلت إلى مجلس أبيك الكثير سعيد بن مسيب قالت لا بل اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن مسيب قال فمكثت معها شهرا كاملا شهرا طبعا ده كان آخر انتاج المصنع بعد كيها مصنع أفل ما فيش نوع دي المم يعني فيه قال فمكثت معها شهرا كاملا ثم بعد ذلك ذهبت إلى مجلس أبيها سعيد بن مسيب فلما انتهى المجلس اقترب مني وقال كيف حال هذا الإنسان قلت بخير حالين يا أبا محمد حال يصله الحبيب ويسوء العدو قال فدفع إلي عشرين ألف درهم وقال هذه استعن بها على عيشك مع ابنتي يا الله أب بيد بنته بدل ما يديها للوليد ابن عبد الملك إدها لشاب فقير طقي نقي صاحب علم وكمان فوقيها عشرين ألف درهم ليستعين بها على عيشه ليستعين بها على عيشه مع ابنتي يعني الحقيقة الكصص جميلة والليلة جميلة وما شاء الله أحلى ليلة بنقضيها في مسجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنكمل ليلة في بيت النبي ولكن بعد فاصل قصير اوعد روح يمين أو شمال خليك معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي قبل ما ننسى عايزين نقول واجب الأسبوع اللي جاي يا جماعة حاجتين هنصلي على النبي كل يوم ألف مرة وهنستغفر الله ألف مرة ليه؟ هجمعلك بالحاجتين دولة كل الدنيا الأخرة لما تصلي على النبي ألف مرة ربنا هيصلي عليك عشر تلاف مرة مئة ألف مرة وفوق ده كله يتغفر لك يعني عشر تلاف خطيئة أو مئة ألف خطيئة أو زنب وفوق ده كله كمان الملائكة تصلي عليك وربنا هيكفيك همك ويغفر لك زنبك وكمان النبي هيشفع لك يوم وإيامة كل ده ماشاء الله وبعدين تاني حاجة حاجة تانية في الاستغفار بالاستغفار بقى بفضل الله سبحانه وتعالى الصحيفة بتاعتك تبقى بيضة مفاش ولا زنب ولا معصية بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية ان بالاستغفار اللي عايز تجوز هي تجوز واللي عايز تجوز هتجوز واللي نفسهم يخلفه هيخلفه واللي عايز اشتغل واللي عايز فلوس واللي عايز أرضه ما شاء الله تبقى جميلة فكلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بالله عليك بالله عليك هنصلى على النبي كل يوم ألف مرة زي مرترك بالسبحة الكبيرة دي إن شاء الله يعني هي تسعة تسعين يعني نقول مية إن شاء الله عشر مرات صلى على النبي وعشر مرات استغفار بالسبحة دي بقى ألف مرة وألف مرة كل يوم ده واجبنا الأسبوع ده اوعى تنسى الواجب ده عايز أقول لها لبقى عشرية بشرات حلوة قوي قوي جميلة جدا جات لنا في الاسم اسز اللي جات في الأسبوع اللي فات وإن شاء الله أنا في انتظار الاسم اسز بتاعكم الحلقة دي والطول الأسبوع لحد الحلقة اللي جاية عن هدايا النبي ورأيكم نخلي الحلقة اللي جاية عن إيه بالضبط بفضل الله سبحانه وتعالى لنشوف البشرات الجميلة أختنا ياسمين بتقول هترك كل شيء ياخده بالله سبحانه وتعالى أم محمد هدعو لكل المسلمين كل يوم بالفردوس الأعلى الأخت أميرة قالت هعلم تجويد القرآن لمن حولي الأخت إناس قالت بدأت في حفظ القرآن وحفظت جزء بالفعل الأخت سلمة سعد قالت بعد ما قدمت النقاب إن شاء الله هصلى على النبي ألف مرة وأستغفر ألف مرة هو ده الواجب بتاع الأسبوع ده الأخت شاماء من الموصل والأخت سندس 11 سنة والأستاذ بها خير والأخت نبيلة قالت هصلى على النبي كل يوم ألف مرة أم محمد وأم شاماء وشاماء تركوا كل برامج التلفزيون وما عادل برامج الدينية فقط ولأم الإمارات وصارة السبعي قالت تركت الغيبة والنميمة وصليت الصلاة الخمسة الأخت أم المسكندرية قالت سامحت زوجي هدية للنبي على السلام الأخت مونة قالت بطلت الشيات وبدأت أستغفر وأصلى على النبي ميادة وصباح أبو الدهب ودينة وأم عمر اللي أربعة لبس نقاب الأخت نجلاء محمد أحمد الأخت مي والأخت سندس حفظ القرآن وصلاة الفجر وكام الليل نورهان 15 سنة وعيدة سعد بحفظ على الصلاة الخمسة حمد يشام من مصر قال هقيم مصنع بيو تكنولوجي لعلاج السرطان والمناعة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى الأخ حازم جبر قال وأعملت ورد الكرآن وصلة الأرحم والوصالات الوطر والتوبة من الذنوب الأخت خالدة قالت لبس النقاب وطرقت الأغاني والتلمص الأخت سميرة من مصر قالت حفظ أنا وأولادي الكرآن الأستاذ أحمد قال تركت التدخين وكل يوم عملت ورد من الكرآن الأخت أمي يوسف قالت حفظ كرآن أنا وأولادي وحجبت بنتي عندها عشر السنوات الأخت أمنى من حلايم قالت هبدأ في بل الواردين صلاة الفجر أفكار ترجى الأغاني والنميمة الأخت أمي عمر من مصر قالت عملت ودي جاءت رسالة جميلة قوي قالت عملت مئة رسالة لتعريف المسلمات من حولي ببرنامج ليلة في بيت النبي ومئة رسالة وعظية وكانت برضو من أجمل رسالة الأخت اسمها عبير من مصر قالت هنشئ دار أيتام وهسميها ليلة في بيت النبي طبعا أنا بدأ لهم جميعا وليكم جميعا بالفردوس الأعلى اللهم أمين فاضل لنا قصتين حبيبي إن شاء الله نختمهم وفي انتظار السيئميرس بتاعتكم إن شاء الله وفي انتظار اتصالاتكم في آخر البرنامج إن شاء الله آخر قصتين هقولهم بس بعد ما انت عارب بقى بعد ما تصلع الدف صلى الله عليه وسلم أول ملك بعد يا تعرف لازم تصلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان فيه واحد من العلماء التابعين اسمه علاء الدين السمرقندي اللي هو صاحب كتاب تحفة الفقهاء كان ليه بنت اسمها فاطمة فاطمة دي ما شاء الله كانت فقيها وعلامة وجميلة جدا وما شاء الله حفظت التحفة وطلبها جماعة من الملوك عشان يتجوزوها يعني أكتر من ملك تلميذ علاء الدين السمرقندي اسمه أبو بكر الكاساني رح واخد كتاب تحفة الفقهاء بتاع شيخه اللي هو علاء الدين السمرقندي ورح شرح التحفة في الكتاب وسماه البدائع يعني خد الكتاب بتاع شيخه ورح شرحه في كتاب اسمه البدائع فلما عرضه على شيخه فرح به جدا وردي أن يكون هذا الكتاب مهرا لبنته فاطمة خدت بالك حتى قال العلماء شرح تحفة وتزوج ابنته حتى عايز نشرح له أي كتاب المم يعني صلى الله حبيبك صلى الله عليه وسلم فالمم يعني فكان في الأول كانت الفتاوة كانت بتخرج وعليها الإمضة بتاعت فاطمة وأبوها اللي هو علاء الدين السمرقندي فلما تزوجت أبا بكر الكاساني كانت بتخرج الفتوى وعليها إبضاء أبو بكر الكاساني وعلاق الدين السمرقندي وابنته فاطمة بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الزواجات الحلوة أختم بقى بآخر قصة جميلة جدا جدا أنا بحب أحكيها الحقيقة في يوم الأيام لقي الإمام الشعبي وهو سيد التابعين أيضا حتى قال عن زيد عن مكحول قال أعلى متابعين الإمام الشعبي الإمام الشعبي لقي الإمام شرح بيل ابن حسن اللي هو شريح القاضي اللي هو أشهر الناس في القضاء المهم لقيه فقال كيف حالك يا شريح قال بخير حال قال فكيف حال أهلك يعني زوجتك قال والله يا شعبي إني متزوج منذ عشرين سنة والله ما شكوت من زوجتي إلا مرة واحدة وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما فتعجب قاله بعقولة عشرين سنة ما شكتش من زوجتك إلا مرة واحدة قاله والله ده اللي حصل قال كيف ذلك اسمع بقى الحتة حلوة ديت قال إني منذ دخلت بزوجتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت أقلت أعمل معصية أجيب كسين لا 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 قال فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله قال فلما صليت وسلمت رأيتها خلفي تصلي وتسلم بسلام عرف السنة جاي من بيت ابو متوضية فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك يا أبا أمية أبا أمية كنيت اللي مام اللي مامش راحلة قاضي قالت على رسلك يا أبا أمية ثم قامت وخطبت في ليلة الدخلة قامت وقالت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله أما بعد أبا أمية إن امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيها وبين لي ما تكره فأتركها أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وأقول قولي هذا وأستغفر الله أنا عظيم يلي ولكم بالله عليك يلي سمعني وشايفني حد فيك سمع الكلام دليلت الدخلة ولا أنا والله تضحك علينا المم يعني فالشعبي فالإمام شريح قال والله فأحوجتني للخطبة يعني هي تخطب وأنا مخطبش ده النجاجل يعني فقال فقمت وقلت أحمد الله أستعين وأستغفره وأصلي وأصلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإنك قد قلت كلما إن تثبتي عليه يكن حظكي وإن تدعيه يكن حجة عليك أما إني أحب كذا وكذا وأقره كذا وكذا قالت فما تحب من زيارة الأهل قال لها ما أحب أن يملني أصهاري يعني يوه بزكاة كده بقول له يعني خلي أسرتك تخف في الزيارة ما حبش إنهم يملوني ما قالش ما حبش إننا يملهم قالت فما تحب من زيارة الجيران قال لها قوم فلان قوم صالحون وقوم فلان قوم سوء وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك قال فبت معها بأنعم ليلة يا شعبي ومكثت معها عشرين عاما والله ما شكوت منها إلا مرة واحدة وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما فقال الشعبي يا لها من عيشة هانية وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة عينك فيها هانية وطفلة جميلة محفوفة بالعافية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها وهي العمر كافية وأتلقى اتصالاتكم الجميلة وأقول دي كانت أجمل ليلة إن شاء الله في بيت النبي صلى الله على سلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب زي ما قلنا يا جماعة بالله عليكم ما حدش ننسى الواجب طبعا كانت الليلة بيت النبي كانت دعوة إلى تسير الزواج عشان كده كان نعرواني الحلقة الليلة أنا عايز يتجوز كل الشباب عايز يتجوز وكل البلايات عايزين يتجوز يا رب في هذه الليلة المباركة أسألك باسمك الأعظم أن توسر لكل فتاة زوجا صالحا وأن توسر لكل شاب فتاة صالحا وأن ترزقهما يا رب العالمين بالذرية الصالحة وكل المشاهدين اللهم أمين أخوي وحبيبي مش عايزين ننسى حاجتين مش عايزين ننسى الاسم اس إن شاء الله مين هيبعت هدية للنبي وعايزين رأيكم الحلقة الجاية تكون عن إيه إن شاء الله والحاجة التانية هدية النبي أوها تنسى هدية النبي والحاجة التالتة الواجب كل يوم ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه اللي كان سبب في خروجنا من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم والحاجة التانية استغفار ألف مرة معنا ترزقون سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلامة ورحمة الله أهل وسلام جنحبك في الله الله يبر فيك ويحبك يا أخت نعيمة ربني أحفظك يا رب الله يخليك جزاك الله عننا خير ما جزا داعيا عن أمة نبي ربني أحفظك ويحفظ أهل المغرب يا رب العالمين ربني يبر فيك يا رب العالمين فأخوه يا حبيبي مش عايزين ننسى الليلة الحلوة دي هذي احنا لسه يدوب فضلنا قدي ونخلص الليلة جميلة دي فضلنا تلات داربعة دقائق ونمش من عند النبي معقولة يا الوقت الجميل بيجر في سرعة كده سبحان الله الحلقة دي بالذات سبحان الملك والله العظيمة إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بحس إن الوقت فيها بيجر زي سرعة البرق بيجر في سرعة عجيبة جدا يعني ساعة كبلة بتعدي كأنها لحظة واحدة ليه أصلها ببيت النبي أصلها ليه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم هنلتقي زي ما قلنا كل يوم تلات ليلة هنقضيها ببيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم هنخرج منها وجوهنا منشرحة هنخرج منها مبسوطين فرحانين بعد الحلقة دي مباشرة ابدأ ورد الإله دي صلى على النبي ألف مرة استغفر ألف مرة ركعتين توبة إلى الله عز وجل ما تنساش بالله عليك يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله صايمين ويوم اللي اثنين اللي جاي صايمين عشان يجيوم الثلاث وششنا منورا ان شاء الله الوستاذ الرضا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وحتمالكاته الله يخليك يا شيخ محمود الله يعزك ويبارف فيك ربنا يبارف حضرتك يا رب الله يخليك أنا عندي طفلة يوم السابت اللي فت نعم يعني يعني ثلث لله توفيت ربنا يرحمه يا رب رحمة واسعة ويأجورك يا رب عم ربنا يأجورك انا هبشرك ببشرات جميلة يا سيد رضا والله الله يسترع معك فهذه محظة هي توفيت عندها سبع شهور أخ محمود الله يرحمها يا رب واخبالك ويعني ايه اللهم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يعني عشنا معا السبع شهور دون كنت معنا في البيت وروح واخبالك انت ازداد وتروح وتيجي وكده يعني بس مأثرة فيها جامد وفمع مشيء طبيعي يا سيد رضا سامحني ايه كان فيه اشيء لله الله اكبر يعني عندنا العيلة كلها تشدت لها اول مجد الله اكبر وبعدين يعني تبص لها تلقية اللي هي ايه يعني فيها حاجة تشدك سبحانه دان عايز ابشرك بتلت بشرات قبل ما الوقت الحلقة يخلص يا سيد رضا عايز اقول لك ايه واسمعني بالله عليك المولى عز وجل يقول في الحديث الكدسي الادراء البخاري من اخذت صفيه من اهل الدنيا يعني حبيبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب عوضته منه الجنة ده اول حديث الحديث الثاني روضت المذي باسنات حسن ان النبي قخبر ان المولى عز جل يأمر ملائكته ان تقبض روح ابن عبده المؤمن فاذا قبضت روحه وصعدت الى الله عز جل يقول جل وعلا كيف وجدتموه يقولون وهو اعلم سبحانه وتعالى فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع يقول الحمد لله ان لله ان الله يرجعون فيقول جل وعلا ابنه العبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد البشرة الثالثة ان ينتظرك ان شاء الله او تنتظرك بنتك دي عند ابواب الجنة الثمانية وفيها حديث طبعا بس عبعانه مكلمة دلوقتي لكن هما دول التالي بشريات السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا كلمتك المرة فاتت بس على والدتي نعم بس حضرتك جوا عليها معرفش دلوقتي انا اسفة ان هي عمها تحلم بكوابيس جمدة جدا وهي الحمد لله بتصلي وبتصوم وبتامك كل حقه اللي انت بتقولها الحمد لله ربنا يكرم يا عربي او بس بالله عليك عمها تحلم بكوابيس جمدة جدا جدا ويحس ان هما بيخنواها بموطني انا معاها اختي ياسمين سورة البقرة تقرأ على مية اختي ربنا برفيك واللي يقرأ فيها يدفل في المية يعني يدفل من غير ريء هوا يعني فهم ازاي ثم المية دي تخلي ممتك والدتك ربنا يحفظها وبرفيها تشرب من المية ديت وترشك اسمها بالمية ديت خارج الحمام ان شاء الله سبحانه تعالى كل ده هيروح ان شاء الله واتفضلي طب ده من ايه يعني يا شيخ معلش؟ يعني محدش عارف يمكن يكون حسد يمكن يكون سحر الى غير ذلك ربنا يحفظها لك وبارك لك فيها يا رب العالم سلها بات الحمد لله بتصلى على طول وبتسوم على طول بمولعك نعم الناس واكرم وتفرع على حديتك وتحبك جدا جدا ربنا يحفظها وبرفيها خليها تدعينا ان شاء الله ياختي اسمين بإذن الله وعايزك بس تدعيل لولدي متوف يعني تدعيله ربنا يرحم ويرحم والدتي ويرحم جميع موت يلمسون من رحمة مساء اسمه يوسف ربنا يرحم الحاج يوسف ربنا يرحم والدتي ويرحم جميع موت يلمسون من رحمة مساء جزاكم لخير أكت الفاضلة ربنا يحفظك كبير فيك يا رب العالمين فاضليني قد دي قد تشريف طيب ام يومنا من مصر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب مش عايزين ننسى عايزين طول ما احنا عادين طيب ده انا عايز اقلوكم فكرة حلوة ده كمان عايز اقولوا انتم بتسمعوا الحلقة وانتم داخلين بيت النبي احنا قلنا عايزين نفرح النبي عايزين ندخل السعادة على قلب حبيبنا ايه رأيكو بعد كده نتفع على حاجة نتفع اول ما تبدأ الحلقة وانت بتسمعني تصلي على النبي طول الحلقة اللهم صلي على سيدنا محمد افضل كده على طول وانت بتسمعني متعطلش لسانك عن الصلاة على نبي حضرت مجلس علم وفي نفس الوقت صليت على النبي ربنا صلي عليك عشر مرات بكل صلاة وتغفال لك عشر خطيئات وترفعت في الجنة عشر درجات والنبي يشفع لك يوم القيامة ويعني الخير بقى كله وربنا يغفر لك زنبك ويكفيك همك والدنيا كلها تتفتح لك وأبواب الخير يتفتح لك ربنا يحفظنا وحفظكم اكيد كلكم بتحبوا النبي واخيد كلكم مش عايزين تخرجوا من عند النبي اكيد كلكم عايزين تفضلوا الليلة دي مش الليلة دي وكل ليلة في بيت النبي عشان كده بنقول ان شاء الله يا ريد استحضر الاحساس الجميل ده وانت داخل كل يوم ثلاثة بيت النبي داخل وحس النبي قدامك بحضر هديتك نيتك انك تدخل الفرحة لقلب النبي نيتك ان انت تسير على هدي النبي عشان لما طلق النبي يوم الايام على الحوض النبي يفرح يفرح بيك ويسقيك من ايده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تضمأ بعدها ابدا حد ناس الواجب تنساش الواجب هنصلي كل يوم على النبي ألف مرة هنستغفر ألف مرة هنقطر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنزل من كونز الجنة هنصلي ركعتين توبة كل يوم ان شاء الله كويام ليل ان شاء الله هنصوم يوم الخامس اللي جاي ان شاء الله اكيد احنا بيتواعد مع بعض من دلوقتي وتعوانوا على البر والتقوى ولا تعوانوا على الاثم والعدوان احنا عايزين البرنامج ده يغير حياتنا انا مش عايز اجيه احكيلكم كنزل وخلاص عايزين البرنامج يغير حياتنا ويغير حياتنا وسلوكياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وكل وعباداتنا كمان ويقوينا ويكون حاديا لنا الى الفردوس الاعلى احنا اصحاب همه احنا اصحاب هدف احنا مش عايزين نخش الجنة وبس لا ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قالك من عند البخاري فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى فانه اوسط الجنة واعلى الجنة ومنه تفجر انهان الجنة وصقفوه عرش الرحمن حياة والله ما عايز اسبكم بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه ومنتظر اسميس تعاكتون الاسبوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته